أجرت قافلة طبية لمدرية الصحة بمحافظة كفر الشيخة الكشفة الطبية على 1450 مترددا من أهالي قرية المنوفة التابعة لمركز الحمول بالمحافظة يأتي هذا إلى جنب صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخة أن القافلة ضمت 11 عيادة طبية متنوعة التخصصات إلى جانب معمل التحليل الطبية وأجهزة الآشعة المتنقلة نحن النهاردة في القرية المنوفة القافلة بتشمل 10 عيادات بعشر تخصصات طبية مختلفة طبعا طبعا خدمات الطبية اللي بتقدم في القافلة على محاور عيدة فيه خدمات تشخيص وديه العيادات وفيه خدمات الفحصات الطبية معمل وأشعة متنقلة معمل بيشمل حوالي 25 نوع من أنواع التحليل المختلفة والأشعة المتنقلة عادية وصنار وكمان معانا صيدلية شاملة بتخدم جميع التخصصات الطبية الموجودة في القافلة نحن النهاردة موجودين ضمن انبادرة السيد الرئيس الجمهورية الحياة كريمة واللي بيكون هدفنا فيها أن نقدم خدمة طبية متكاملة بالمجان لأهالينا في الأماكن الأكثر احتياجا النهاردة احنا موجودين معاكم في قرية المنوفة مركز الحمول القرية بتبعد عن مستشفى قفر الشيخ العام حوالي 31 كيلو تم في خلال اليومين توقيع الكشف الطبي على 1450 حد من أهالينا دورنا مش بس بيكتصر على توقيع الكشف الطبي احنا معانا صيدلية فيها حوالي 165 نوع من أنواع الدواء بيتم صرف الأدوية بالمجان